طيب أبدأ بسم الله طيب السلام عليكم وساكم الله بالخير يا شباب ترى أحب التفاعل أنا ما أحب أنكم تقولوا ساكتين يعني بس بداية يعني إن شاء الله بيكون بشرح لكم حاضرة التراوما حق السيرجري أنا عبدالله شرف طالب طب سنة خامسة إن شاء الله سنة الأخيرة فنبدأ بسم الله بداية أنا أخذت الأبجيكتفز من عبدالعزيز وشفتها اللي عندكم إن شاء الله أني أكون غطيت غلبها وكل المحاضرة يعني في المحاضرة في الموضوع هذا طيب بداية بسألكم سؤال أنتو ذكرتوا التراوما ولا لسا بس إشان أخذ فكرة عندكم فيدباك يعني عندنا صورة عامة توقعنا ذكرناها من شوارتس يعني وكانت شوي تخصيلي أوكي طيب ما في مشكلة طيب الحين الأول إبجيكتف يتكلم عن تراوما يبغاك تفهم إش هو التراوما طيب عموما التراوما أنا قمنا بتكلم نسلايد الحين عموما التراوما يعني هي أي فزيكال دميج يصير للإنسان يعني مثلا طاحت تعورت صقعتك سيارة ولواحد كذا هذي فكرة التراوما فأنت من جانب الدكتور كيف أنك إنت حتتعامل مع شخص جاك متعور جاك بسبب حادث بسبب وتفر فعموما يعني هو هو الفورث ليدين كوز يعني نيان قدولت هذه معلومة ما لا فايدة بس أعطيكم فكرة يعني ترماتيك انجري تبدأ من سمال ليجين زي كسر زي أو للايف ثريتين يعني أو ملتي أورغان انجري زي مثلا حادث واحد دعسة السيارة ولواتفر وعشان أنت تعالج الشخص هذا تحتاج أنك تمشي بأبروتش معين تمشي سيستميك أبروتش أنك أنت تبدأ بالطريقة عشان تغطي كل حاجة طيب في حاجة سموها أوفيرت بايشن وفي شيء كوفيرت ميكانيزم أوفيرت بايشنز اللي هي كل شخص حسب عمره بتختلف عنده الانجريز يعني الصغير ما هو بزيل كبير إذا تعور وإذا كان حتى نفسه مثلا كسر الكسر للصغير ما هو بزيل كسر للواحد كبير مثلا الميكانيزم هنا هنا تختلف من ناحية تمتاخذ الهيستري تشوف أكثر من قصة زي مثلا واحد عنده زي واحد عنده بيثالوجيك الفراكشر وجايك ولكن هو طلع لا لا طلع عنده كسر بسبب يعني يحس بنواحة ضربة وطاح وجلاله كسر وطلع هو لا عنده مرض في العظامة أو مثلا الدرلي الكبار السن يكون عندهم هارت فيلير يكون عندهم أي شي مثلا اسكميك هارت ديزيز فيأثر أنه يطيحوا دائما مشورين الكبار السن أنهم يطيحوا بالشي هذا فيجيك بالتراوما فأنت الآن تلعب في الهيستري تلعب في الميكانيزم طيب إحنا البشر عادة كيف نتعامل مع التراوما أوكي يعني يكون في عندنا رسبايرتري أفكت أو كارديو فاسكولر أفكت أو هيموستاسي أفكت أو تمبريتشر أفكت تمبريتشر يعني مثلا زي الهايبوثيرميا زي الهيبوثيرميا حتكلم معاكم بعدين ليش بس أعطيكم فكرة أن الجسم يتعامل معها بهذه الطريقة طيب الوقت في التراوما ليش جدا مهم خصوصا يعني صراحة أنتوا تشوفوا بكرة الجراحين كيف أنهم في المستشفى تلقاهم يحبوا القسم اللي يدخلوا جي أس تلقاهم يحبوا قسم التراوما لأنه هذا يجيك ستركت كذا في وقت معين وأنت لازم تسويه صح ولا البيشنط هتضيعه من يدك تمام فالوقت ضغط الوقت هو هيلعب في المناجمنت حقك كيف أنه وقتك يكون ضيق كيف أنك تتعامل معه صح تطلع الأوتكم منك فأنت عندك وقت معين لتسويه تشوف المريض قدامك هذا وقت معين عندك وقت معين أنك تسوي ردة فعل تعطيه مثلا ايفي فلويد تعطيه اوكسجين تعطيه وتعفر فعشان إحنا أنه لازم نكون سريعين وماشين صح علشان نقدر نسوي بيتر أوتكم للبيشنط طيب فهنا في هذا السلايد هذه جبتركم ياها شوفوا تخيلوا الإيروي إذا واحد عنده ضيق نفس عنده أي مشاكل في الأبسركشن في الإيروي يموت أسرع من لو كان عنده نزيف يعني حتى أنا أذكر مرة كانوا دكتور جبران كان يقولون لو أنت شفت واحد قدامك مثلا رأسه الجمجة ما حقتها مكسورة وطالع من مخها بتروح اشتويه والشيء ما أنت براجع مرجع المخ والمرجع لهذه لا أول شيء بتروح تشوف النفس حقه كيف فهذه الفكرة أنك أنت بتشوف النفس لأنه هو سبب النفس إنه ما يتنفس بيموت أسرع من لو كان عنده نزيف لو كان عنده أي كسر أي شيء النفس هو رقم واحد فعشان كدا الطريق لازم يكون إيش آآ أكورات طيب عشان نحن آآ آآ يعني عشان نحن التعامل مع المريض واحد مثلا آآ جمع ب slippél ترجمة نانسي قنقر 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 إذا كان عنده نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر نانسي قنقر نحنقر 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 نحنقر